كل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم روى الإمام الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي وصححه الألباني كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء أفضل العبادة الدعاء أفضل العبادة الدعاء وروا الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة مشهور بين الناس الدعاء مخ العبادة وينسبون هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح هذا عن الرسول إنما الذي صح الدعاء هو العبادة أفضل العبادة الدعاء الدعاء عبادة الدعاء عبادة الدعاء أفضل العبادة إنك كلما رفعت يديك إلى ربك تدعوه وتستغيث به وتتوسل إليه وترجوه وتسأله حاجتك في الدنيا والآخرة فأنت رابح ناجح فائز ولا شك أنت لا تدري مع كل كلمة يا رب اغفر لي يا رب ارزقني يا رب اصطرني يا رب عافني أنت لا تدري مع كل دعوة كم ألف حسنة يكتبها لك الملك في صحيفة حسناتك كلما دعوت ربك أنت في أفضل عبادة وأنت رابح يقينا وناجح يقينا الدعاء عبادة وربنا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى الله الدعاء عبادة في الآية نقرأها تاني مع بعض وقال ربكم شفوا كرم ربنا ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فسمى الدعاء عبادة سيدخلون جهنم داخرين ولما سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فرد ربنا بنفسه في قرآنه على هذا السؤال فقال عز من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بالدعاء ترد المعايب بالدعاء ترفع المصايب بالدعاء ترد المعايب بالدعاء ترفع المصايب بالدعاء تنزيل الرحمات والبركات والخيرات قال رب العالمين قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فاللهم لا تآخذ الناس بذنوبنا ولا تآخذنا بذنوبنا ولا تآخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن أهله وعملنا بما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ولا تحبس عنا خير ما عندك لشر ما عندنا قال تعالى اسمع فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اسمع إلى كرم ربك في صحيح سنة خليله محمد صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه الألباني عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين يعني أن يردهما فارغتين خائبتين من الإجابة ربنا حيي كريم يستحي إذا رأاك ترفع يديك إليه متوسلا باكيا متذللا متضرعا أن يرد عليك يديك فارغتين خائبتين وهذا من كرمه جل جلاله ترجمة نانسي قنقر